في ظل التحديات التي يشهدها سوق العمل المحلي والعالمي نحو استقطاب أفضل الكفاءات المتميزة فقد تبنت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عددا من المبادرات الاستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية تولي المؤسسة وشركاتها التابعة اهتماما خاصا في السياسات المتعلقة بتوظيف العمالة الوطنية وتمكينها للارتقاء في الأداء الوظيفي وتعزيز مسارها المهني وتوفير بيئة عمل تساهم في سقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم لمواجهة وتجاوز مختلف التحديات التي قد يواجهها القطاع النفطي يعتني الأنصر البشري في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة المرتبة الأولى من حيث الاهتمام والتدريب وسقل المهارات وتتلخص التوجهات الاستراتيجية لقطاع الموارد البشرية بالعمل كشريك لأنشطة وقطاعات مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة من خلال تقنيم خدمات في مجال الموارد البشرية موجهة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية وتطوير وتدريب العاملين كما أيضا تشمل تضمين رؤية ورسالة وقيم المؤسسة في ممارسات وإجراءات الموارد البشرية لتعزيز ثقافة الأداء والارتباط الوظيفي وإيمانا من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بأهمية عنصر الموارد البشرية في رفع مستوى الأداء وتعزيز الميزة التنافسية فقد اهتمت المؤسسة بسياسات توظيف العمالة الوطنية وتمكينها للارتقاء بالأداء الوظيفي وتعزيز مسارها المهني تعتمد استراتيجية تقطاع النفط على الاهتمام في العصر البشري وهذه ركيزة أساسية في تطوير ليس فقط مؤسسات وقطاعات خاصة ودول أيضا وهذا دورنا اللي يخلينا نركز على سقل مهاراتنا احنا في البداية قبل الله ويدليفرت حق المتلقي من ناحية التدريب وتوفير جميع وسائل التدريبية اللي تقود هذه العملية إلى نهضة كاملة الموظف أول ما يتوظف فيه خطة مرسومة له تشمل جميع المهارات البيسيكس وتعطيه جولة تعريفية عن صناعات النفطية يعد القطاع النفطي الكويتي أحد أفضل جهات العمل لدى الشباب نظرا لاهتمامه في تطوير الموارد البشرية وصق لمواهب العمالة الوطنية في شتى مراحل مسيرتهم الوظيفية لذا فإن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تحرص على تمكين مختلف شرائح المجتمع من العمل وفق منهجية قائمة على تحقيق توجهاتها الاستراتيجية والسير على طريق التحول في الطاقة يحرص القطاع النفطي على الاطلاع على أحدث الممارسات المثلة في مختلف قطاعات العمل محليا وعالميا للارتقاء بأنظمته والأوائحه الوظيفية والتدريبية كما يحرص كذلك على تبني مفهوم التنوع والشمولية لضمان تمكين مختلف شرائح المجتمع في المساهمة في البناء وذلك تعزيزا لسياسة الدولة وتوجهها في تمكين الشباب والمرأة الكويتية كأحد الأقطاب الرئيسية في بناء كوادرها الوظيفية وختاما تؤكد مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على أن العنصر البشري هو أهم استثماراتها وأغلى أصولها والمحرك الرئيسي لأي تقدم أو إنجاز تحققه أو تطمح لتحقيقه فأنتم من سيحقق الطاقة المستدامة لمستقبل واعد